إنها ليست محظة صدفة فقط الطالب المسن محمد سعيد بعمر تجاوز الثمانين عاما تحدى قوانين الحياة بصعوباتها وحصل أعلى شهادة البكالوريوسي بالقانون المدني ليثبت أن لا شيء يمنع الإنسان من التقدم ومن طلب العلا سهر الليالي في الحقيقة كانت لدي رغبة في الألم والمعرفة انطلاقا وصلت للمرحلة الرادعة وأصبحت على أبوال التخرج بفضل دعاء جميع الجمالاء والزميلات وبفضل الأساسل المتميزين الرائعين في معامرتهم الحقيقة الخلاقة العالية جدا علما وحلقا وهذا ما أسعدني واجعلني يعيش كل هذه الفترة بسعادة متميزة وأتمنى لكل من تقدم في الأمر أن يبقى لديه الحافظ للتعلم لم تكن هذه الشهادة الوحيدة التي يحصل عليها الطالب محمد بل حصل على شهادة من زملائه بالبنان والإصرار على النجاح منذ أولى أيامه في دراسته الجامعية ومواظبته المستمرة والتي لا يتغيب عنها عن أي محاضرة دراسية طيلة هذه السنوات لتنتهي دراسته الجامعية ويبقى إصراره مثالا يحتذا به أمام الجميع درسنا سوية أنا والأستاذ محمد سعيد مدة أربع سنين ما شاء الله عليه من أول يوم التقينا بي يعني كان أكفت عبارة حلوة قلنا لعمه كان يقول أنا مو عمه أنا زميل لكم وطالب وياكم وأخو لكم إن شاء الله يعني عنده طاقة إيجابية وهاي الطاقة نقلها إنه وهو صاحب صوت مسموع عند الجامعة عندما تتغير المعادلة ويصبح الطالب أستاذا في دروس الحياة وطالبا للعلم أيضا ينتهي به الأمر أمام أساتذته وشعورهم أمامه بالبنان كونه أصبح أيقونة للتميز لهذا العام حيث أننا فوجئنا بأن أحد طالبا الذين يرغبون بالتسجيل في كليتنا يبلغ عمره تقريبا 78 سنة أو 79 سنة فكان استضاف له في عمادة الكلية بعد أن أتم إجراءات التسجيل فوجدنا فيه الرغبة الحقيقية في الدراسة والتطور على المستوى القانوني أكثر ما يفتخر به العراق هو احتضان عدد كبير من المثقفين الذين وجدوا للعلم بابا لا يغلق والمعرفة لا تنتهي في حياتهم اليومية من كربلا جاسم الهميم التغيير ترجمة نانسي قنقر